سلام عليكم ازايكم يا حبيبة عاملين ايه يا رب كلكو تكونوا في احسن حال ان شاء الله النهار ده فيديو جديد هيكون فيديو حلو جدا جدا قبل ما نبتدي الفيديو بتاعي عايز اقول لكم ان انتو حشتوني جدا 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 عايز اقول لكم انتو يعني حسك كده انو نقصني حاجات كتيرة منكم بجد والله يعني مش عارفة مش حسكوا كده معي الايام دي فين كومنتاتكم الحلوة اللي بتفرحني فين الحاجات الجميلة كده بتاعتكم عايز اقول لكم قبل ما نكمل الفيديو فيديو النهار ده حلو جدا فين النهار ده يكون لسيدة بصوا قبل رمضان كده في شوية حاجات تنظيمات ترتيبات كلنا طبعا في كل بيت بنحتاجها وفي كل بيت بنكون عايزين التنظيمات والترتيبات الرائعة اللي احنا هنشوفها مع بعض النهار ده كميل فيديو اللي اخر فيه تفاصيل وفيه شوية حاجات بجد حلوة جدا جدا انا متأكدة ان هي اتعجبك بس طبعا قبل ما نكمل الفيديو عايز ادعمكم لي باللايك بالله عليك حطي لايكات كتير كتير عايز اقول لكم ان انا بقالي كم يوم القناة عندي محتوى الفيديوهات واقع جدا جدا ما هنتوش بتدفع له مع الفيديوهات وبالتالي بيجي لي كده احباط ان انا مش عارفة يعني مش عارفة ان انا اشغل القناة تاني فبالله عليكو خليكوا واقفين جنبي انا اول مرة اطلب منكو كده ان انتو تقفوا جنبي بلايكاتكو وكومنتاتكو وياريد تشاهدولي الفيديو عشان اليوتيوب يبتدي ان هو يقترحولي فبس انا اول مرة اطلب منكو حاجة زي كده بس والله بجد يعني عايزة القناة تصبط وما تقعشي عشان ما حسش باحباط وده والله كلامكو انتو اللي بتقولهولي دايما وعلى طول هنبتدي بقى هنا في الفيديو اول حاجة استهيدة اللي معانا هي غيرت حاجات كتيرة اه بصوه هي اولا هي جابة جدد في مطبخة وبتنظم في مطبخة هو مفروض ان التجديد ده او اللي انتو شايفينه ده بعد التجديد وطبعا زي ما انتو شايفين كل غالب التابل بتحطها اه او بغارات يعني بتحط عليها الاسماء وزي ما احنا اتعودنا في كل الفيديوهات هنيجي هنا دي التلاجة بتاعتها هتنظم التلاجة عايز اقول لكم ان العلب دي هي منتشرة حاليا اه نوع العلب دي دلوقتي يعني معظم السيدات بيفرزوا فيها التفرزات بتاعتهم هي طبعا صحية وقابلة للتغذية يعني فزي ما انتو شايفين بقى بتفرز كل الحاجة طبعا زي ما قولتلكو عايشين قادر شهر رمضان وكده فزي ما انتو شايفين التفرزات بقى اه بتبقى حلوة وعايز اقول لكم ان هي بتريح كتير لو انت مساء وراكي حاجة في قلب البيت او كده اه يعني التفرزات دي بجد بتريح الجامد طبعا هنا حنا كلنا عارفين الاكياس دي والاكياس دي بتكون صحية مغلقة اه مغلقة اه مغلقة اه وفي نفس الوقت كمان اه مش بتاه مش بتخرج من قلب الكيس اي حاجة يعني بعد كده بقى هتنظمها كده في قلب التلاجة زي ما انتو شايفين ده كده اول حاجة طبعا تشوفتوها الاول كات عاملة ازاي ودلوقت بقيت عاملة ازاي هنيجينا بقى من يميش رمضان وحاجات رمضان زي ما انتو شايفين اي هتبتدي بقى تحطها كده في اه منظمات على قد يعني الاكلة اه ويبعد كده لما بيخلص بتحط غيره يعني حاجات بسيطة بحاجات بسيطة حلو المنظمات ديت لاني تحسين هي صغيرة كده وفي نفس الوقت كمان بتلميلك الحاجة اه ببساطة يعني بس هي كده بقى تحطها كده على البلانشة الدوارة ويبعد كده بقى تعمل ادراج اللي هي بتاعت الاطباق وكمان اه المعالق وده هتشوفو دلوقتي مع بعض حلو جدا المنظم ده لونه قبيل نفس الدرج وفي نفس الوقت كده الاتنين عاملين ماتشنج مع بعض حلو جدا طبعا احنا كلنا عارفين ان اللون الجلد يعني بصوا دي حاجة بات اساسية اه ناس كتيرة قوي دخلوا لي احنا بقينا بنحب اللون الجلد في الاكتصوارات وكمان في الدكورات اه علشان خاطر منتفرق كتير على الفيديوهات بتاعتك يا رودي وفيها جلد فاحنا بجد عاشقنا اللون الجلد بعد ما كنا مش بنحبه وعايز اقولوك هو فعلا حلو يعني انا شخصيا اه يعني في عندي غرفة عندي فيها اللون الجلد ما كنتش حبا بصراحة ولكن بعد كده ابتديت ان انا حبا على الوقت لان فعلا فعلا حلو خصوصا لو اندي عاملاء مع لون فاتح بقى يعني جينا للتقفيل من فوق وزي ما انتو شايفين كانت بتنظم وتعطي الازاز بتاعت الزيوت بتاعتها ويه كمان فوقها الالتباق بتاعتها وكل حاجة يعني هي بتستخدمها اسفل لو كان فيه صوت بقى سمعين صوت تاني لاني طمام صوت الولاد في قلب الشارع وكده وبيعملوا سواريخ وحاجات زي كده انتو عارفين بقى رمضان كل سنة وانتو طيبين خلاص على الابواب فالاطفال بيبقوا فرحانين كده وعندوهم فرحة بفرحة رمضان ربنا يا رب يفرح قلبك وكلكو يفرح قلبنا وكل حد نفسه في حاجة ان شاء الله ربنا يكتبها له وربنا يكرمه بيها لو ما حققهاش السنة دي ان شاء الله يحققها السنة الجاية ان شاء الله وبأمر الله اهم حاجة انك انت تتمنى الخير لغيرك عشان ربنا يتمنى لك الخير في كل شيء ان شاء الله طبعا هي هناك بتحط النكهات بتاعت القهوة وبعد كده حطت المضرب كمان علشان زي ما قلت لكم كل حاجة هتكون مخصصة مع بعضا هنيجي هنا بقى لريق الضرفة اللي هي تحت الحوت وكمان نظمتها او كانت بتنظفها وبعد كده هتنظمها التنظيم اللي احنا كلنا عارفين بس فزي ما انتو شايفين شارت بقى كل الحاجات اللي في قلب الواحدة دي وجابت المنظمات اللي هي بتاعت ايكيا هتبتدي دلوقت ان هي تركبها ويتنظم عليها الحاجات بتاعتي عايز اقول لكم المنظمات دي حلوة جدا اتسألت عليها كتير 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 اجيب منين المنظمات دي وعشان انظم تحت الحوض عندي كده والله يا جماعة موجودة في ايكيا وممكن كمان لو ملاقتهاش في ايكيا هتلاقيها على مواقع كتير زي اميزون وعلي اكسبريس وكمان مواقع او جروبات على الفيسبوك تقدر ان كانت تجيبيها كمان اتسألت علي المنظف اللي هم بينظفوا بيه الحوائد عندهم او السلس وكمان البتوكازات اللي هي البلت ان كان اسمه بنك زي ما انتم شايفين كده اه فحلوة قوي قوي انا شفت اكتر من سيدة بتشتغل بيه اه مش في فيديو واحد فا اكتر من فيديو سيدة بتشتغل بيه بدليل على ان سيدات كتيرة بتشتغل بيه يعني هو حلو اه اه يعني بينظف الحاجة زي ما انتم شايفين طبعا هي كده نظامة كده الادراج وبعد كده زي ما انتم شايفين هتعمل بقى الازاز اللي هي بتاعت الزيت بتاعتها اه اه ويه اه الخل وكده فزي ما انتم شايفين المنظمات ده بتبقى حلو هي كاي بتستخدم المنظم ده في حاجة تانية المهم هي تاخده تخسله كويس جدا 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 ويه كمان يعني هتشيل منه كل حاجة فيه هتشيل الورقة بتاعته علشان تبتدي ان هي تحط فيه الزيوت زي ما انتم شايفين كده دلوقت طبعا هي هنا كانت بتشيل الاااا الاااا الااااا الاااا الازازة بيه اللي عايز اقولكم في منديل كده كده وبتمصح بيه هتخلي لك الدنيا زي الفل وبيشيل اي حاجة شايفين بقى حاطت هنا الزيوت الاستخدام اليومي بتاعها بيكون شكلها حلو جدا وكيوت لما بيكون في حاجة زي كده زي بانتو شايفين طبعا ضوت بتاعت النكهات وزي ما انتو شوفتو بقى بتحط بقى اي نكه هي حباها وتعمل الكابتشينو او القهوة او الكوفي ماكس اللي حب الحاجة اللي هي حباها بس هنيجي هنا بقى ليه التويلت عندها وكانت بتدي للتويلت كده نظافة زي ما انتو شايفين كلنا طبعا النظافة بتاعت التويلت دي مفروض تتعمل كل يوم ليه لاني طبعا بيكون يعني التويلت احنا كلنا عارفين ان ده اكتر حاجة بيعوز نظافة يوميا في ناس بتعمله اسبوعيا ولكن لا هو يفضل ان هو يوميا خصوصا التويلت يعني مش ممكن يعني ممكن تعملي مش ممكن يعني تعملي كل التويلت لا او ممكن تعملي بس لتويلت ذات نفسه وكمان اه اه الحوض لان دي اكتر حاجة بتكون يوقف فيها والبنيو يعني ده اساسي كل يوم بس فا زي ما انتو شايفين نظفته وبعد كده كان جايبا من منظمات دي للشاور اه والاستخدام بتاع اه العناية يعني اه الشخصية فحطت فيها بقى الحاجات اللي هي بتحبها او اه او الشاورات والشامبو وكده اللي هي بتفضله وبعد كده بقى جايبت المنظم ده بتحط فيه الستيكس وبتحط الحاجات اللي هي بتستخدمها زي ما قلت لكم بعد كده بقى خلاص هي هنا يعتبر كينة نظمته هتنظم بقى هي البنيو آآ وكمان آآ هنا حلو قوي المنظم بتاع المنزيل بتحس فيه كده آآ براحة يعني والله بجد هنا بقى كانت بتنظم آآ آآ الفوض بتاعتها كانت غسليها يعني ويتنظمها طبعا اللي هي الفوض بتاعت المطبخ وكمان الفوض الشخصية والفوض بتاعتهم العادية آآ فزي ما انتم شايفين آآ هتتاخدها كده آآ تطبيق حلوة وبتحطها في البوكس ده كده وبعد كده بتنظمهم بقى او آآ بتصنفهم آآ لكل حاجة المكان بتاعه زي ما انتم شايفين بالشكل ده كده اهوت هتحط بقى زي ما قلتلكو كل فوض آآ مكانها علشان يبقى ايه الدنيا منظمة وفي نفس الوقت تحس كده ايه آآ بهدوء وكمان هي بتقول ان هي ما بتيكي تغسل آآ بتغسل الفوض لوحدها انا كمان يعني بدون صوتي لصوتها بحب جدا انك انت تغسل كل حاجة لوحدها الفوض لوحدها والملابس لوحدها كده بتديكي كده ان تعيش لكل حاجة لوحدها كده بس كده حبابي قال بدا كان الفيديو بتاع النهارده يا رب يكون الفيديو عجبكو يكون استيادة لك يا بتاعنا النهارده تكون عجبتكو اشوفكو الفيديو الجاي واسبكو فرعية الله وحافظوه مع السلامة اشتركوا في القناة